برج القوس حاسس بان خطواتك زي ما بيقولوا كده متقفل عليها كل ما تيجي تدخل من ناحية تحسينيها مقفولة تدخل من ناحية تانية تلاقيها مقفولة الشوارع مسدودة حاسس ان انت تعبان ومتدايق ومخلوق والدنيا ديئة عليك قد كده والحاجة مش رادية تمشي والامور كلها يعني سبحان الله ولا حاول وقلت الله بالله احب اقولك ان الوضع ده مش هيفضل كتير وان في انتصارات على المجال العاطفي والمادي والاجتماعي والعملي وكل المجالات ان شاء الله فيها انتصارات وفيها نشاط زيادة ليك في الايام اللي جاية يا برج القوس عايز اقولك كمان ان ليك انتصارات وليك تحقيق للأهداف ان شاء الله حاجات انت مش منتظر ان هي تتحقق حاجات كانت مقفولة ومش منتظر ان هي تتفتح ان شاء الله ربنا هيفتحها في وشك ويبعتلك اللي انت بتتمنىه بالزبط 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 ولو فيكم حد بيمر بوعكة صحية والوعكة دي مطولة والواحد زهق وتعب وحاسس ان الدنيا يعني ايه ده هو انا مش هاروق بقى هو انا مش هخف بقى لا احب اقولك ان كل مؤمن مصاب وكل زي نعمات المحسود وربنا بيبعت الابتلاءات على قد الصبر وعلى قد الاحتمال ولازم ان احنا نحتمل ولازم ان احنا نصبر علشان ربنا يبعت لنا الفرج بعد الابتلاء كلنا 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 بنتعرض لابتلاءات كتيرة وربنا ان شاء الله بيسويها وبيعدلها من عنده واللي بيتعرضه لابتلاءات صحية فاحب اقولهم ان ان شاء الله هيشوفوا الشفا والسعادة في الايام اللي جاية شوفوا ايامكم بمنظور مضيق بلاش النظرة التشاؤمية بلاش النظارة السودة ان شاء الله فين صلاح للحال وبعد الصبر الطويل الطويل على الالم وعلى الضائقة مالية كانت بتمر بيك يا بورك الخوص في فرج ربنا ما خلقش حاجة من غير حل وربنا بيبعت لكل واحد الابتلاء على قد احتماله فان شاء الله فيلك خير كتير 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 وحب اقولك ان انت هتتلقى هدية هدية كبيرة هتجيلك وهتفرحك جدا 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 هتكون مدخول للسعادة عليك وعلى اهل بيتك سواء اذا كنت انت متزوج او اعزب فهيكون في خير كتير ان شاء الله داخل في بيتك كمان عايزين نقولي لو حد منكم تقدم الوظيفة او شغل وفي مسابقة للوظيفة او الشغل دوت فان شاء الله هتكونوا من النجحين والمقبولين ان شاء الله حساسيتك ازاي ده شدة اعصابك او الطرق اللي في الفترة دي والفترة اللي فاتت يا برج القوس مفيش منه اي داعي بتمنى ان انت تهدى وتستقر شوية عشان النرفازة والعصبية دي بيبقى ليها اثر سيء جدا عليك صحيا وجسديا ونفسيا وعلى المحيطين بيك فبتمنى ان شاء الله ان ايامك اللي جاية كلها تكون مستقرة يا برج القوس وتحقق كل احلامك ابشر ان شاء الله بقدوم خير كتير ان شاء الله ووفير ليك وللي حواليك عايزين نقول بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين والمطلقين من برج القوس ايه الحكاية وايه الدنيا وايه الحبيب رايح فين عايزين نقول ان لكم بناء من اول وجديد وليكم رجوع ان شاء الله وفيه ليكو تحقيق امنية غالية برجوع الحبيب ليكم وفيه طاقة استشفاء للقلب وللروح هتخلي ايامك اللي جاية كلها كويسة احبكم في الله يعني احب دايما لكم كل الخير يا برج القوس احب اقول لكم ان فيه رحيل للالم والعذاب والمعاناة اللي انتو مريتوا بها كتير فيه كمان فرحة ونصرة هتشوفوها في عاديكم والناس اللي كانوا فرحانين بحدوث طلاق او بحدوث انتصال وانتو تستهلوا وانتو كان لازم يحصل فيك وكده احب اقول لكم ان انتم هتنتصرهم وهتفرحهم فرحة مليها اول من اخر وهيكون فيه غيز وغل عند الناس دول فحب ان انتم تحصنوا نفسكم من عينيهم لانهم هيبعتولكم شرز كده من عينيهم ان هم ازاي انتم حققتوا ده وازاي انتم بعد كل اللي هم عملوا ده وصلتوا برضو لمبتغاكم بتمنى لكم يكون لكم الخير والسعادة خلينا نشوف بالنسبة ل متأخرين الزواج وبالنسبة للعزاب ايه الدنيا بتقول ايه الدنيا بتقول ان لسه هتتعلموا في الدنيا كتير لسه هتعرفوا من الدنيا كتير فيه لكم انتصار وانتقال لحياة الحرية والرفاهية شوية في الايام اللي جاية من ضمن الرفاهية دي تلحصول على احباب والتواصل معاهم ومعرفة ان الدنيا لسه بخير وان انتم لسه مرغوبين وان فيه حد عايزكم وان فيه حد بيحبكم وان انتم قد كده حد قلبه طيب وروحه صافية ويستاهل الحب والسعادة اللي اتحرم منها كتير معظمكم او بعضكم هيحصلوا على الحبيب او الشريك ده من اراضي تانية من بعيد من سفر من بلاد تانية بعيدة عنكم قوي ممكن تكون حتى بينكم سفر طيارة هتعرفوا عليهم من خلال النت هيحبوكم ويتحبوهم واول ما الازمات دي تزول فهيجولكم وهيتموا من الخطبة والزواج والتقدم في مشاريع للحب بكل الحب وبكل الوفاء ان شاء الله وبكل الاخلاص هيكون في نجاحات كبيرة جدا ليكم يا برج القوس على المجال العاطفي من المتاخرين في الزواج والعزاب ايامكم كلها كلها يا رب يكون كلها فرح متاسف جدا لان ما بقدرش ان انا ما مدعيش والناس اللي بتدقي ان انا بدعي فتغاضم عن هذه الجزئية يا رب ما تنسونيش من النقوة تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد خلينا نشوف حبيبي وحبيباتي من برج القوس يعني اللي تأخرهم في الانجاب الدنيا فيها ايه واللي واللي معرضين للحمل ان شاء الله ومعظمكم معرضين للحمل وهتحصلوا على الحمل يا برج القوس عايزين نقول كمان ان بالنسبة للاشخاص من برج القوس واللي بيعانهم للأسف يعني من اعاقة جسدية او نوع من انواع الاعاقة فحب اقولكم ان ربنا هيعوضكم بالحب اللي حسسكم بانكم مكتملين وكملين ومش ما بينقسكم شيء ابدا بالاعاقة الجسدية البنى ادم مما يبقى معاق جسديا احسن مما يبقى معاق ذهنيا وعقليا ومش قصدي على الزواج الاحتياجات الخاصة لا انا قصدي لما يكون البنى ادم عقل واقف وجامد ورافض للتقدم ورافض للتطور وبنى ادم اسود من جوة للاخرين فان شاء الله ليكم الخير وكل الخير خلينا نشوف قرائتكم العاطفية البحتة في خلال الكروت الرومانسية بتقول ايه لبرج القوس بتقول ان في حب حقيقي هيدخل حياتكم او حب حقيقي موجود في حياتكم ان شاء الله فليكم انتصار وليكم كيد للاعادي ان هم هيتكادوا منكم وهيتدايقوا منكم خلينا نقول ان في اكمال لزواج وخطبة وفرح وفرح وحياة سعيدة رومانسية مليئة بالحب والسعادة خلينا نقول كمان ان في منكم واللي ان شاء الله ان شاء الله هيكون لهم يعني شفافية زيادة لدرجة ان هم يبقوا عارفين اللي جاي في ايه ربنا هينور بصريتكم اوي 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 في الايام اللي جاية بالذات النساء من برج القوس فهتشوفوا الحياة بمنظور تاني وبعنين تانية وفكر جديد هيبعتلكوا اكيد حاجات حلوة كتير بالنسبة لحبيبي المتأخرين في الزواج زي ما احنا شايفين اهو في حصول على زيجة واتمام للزيجة في حصول على الاحباب والحب الكبير الكبير اللي انتو تستحقوا هيكون من حدكم من نصبكم بتمنى ان انتو يعني تقوا نفسكم وتقوموا باستخدام اللقية الشرعية وكمان تستخدموا المعاوزات واي تلكورس لان واضح ان التقت الحسد رهيبة يا برج القوس فحصنوا نفسكم وحصنوا احبابكم وحصنوا اهلكم يا ربي يا ربي بعيد عنكم كل شر بحبوك وكلك يا برج القوس يا ريت ما تنسونيش من دعوة صالحة ان شاء الله ان ربنا يصلح لي الحال ويحقق لي احلامي وطموحاتي وامالي ويباركلي في اولادي شكرا 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 شكرا